بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين الكرام أهلا بكم في حلقة جديدة من كرة البلد اليوم هو السادس من أكتوبر هو يوم العزة والقرامة هو يوم ذكرى انتصار الجيش المصر العظيم في السادس من أكتوبر عام 1973 وبعد مرور 47 عاما على انتصار أكتوبر العظيم نهن الجيش المصري والشعب المصري والقيادة السياسية بهذا الانتصار العظيم الرئيس جمال عبد الناصر قائد الاستقلال والرئيس محمد أنور السادات قائد الحرب والسلام والرئيس محمد حسني المبارك قائد الضربة الجوية والرئيس عبد الفتاح السيسي قائد مسيرة التنمية مصر أصبحت من الدول القبرى مصر أصبحت لها درعا وسيفا في إفريقيا والعرب وبين الكبار في العالم أجمع ننتهز هذه المناسبة ونهنئ الشعب المصري والجيش المصري والقيادة السياسية تحت رئاسة الزعيم عبد الفتاح السيسي وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر أولى فقراتنا في هذا البرنامج فقرة الأخبار أولى الأخبار معنا النهاردة زيزو يقود الزمالك لعبور سموحة إلى الدور الثمانية في كأس مصر نجح نادي الزمالك في التأهل إلى دور الثمانية لكأس مصر بعد الفوز على سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بالأمس بعد لجوء الفريقين للوقت الإضافي حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل واحد واحد قبل أن يحرز أحمد سيد زيزو هدف الفوز في الدقيقة 114 من عمر المباراة لواجه الزمالك نادي مصر في دور الثمانية لبطولة كأس مصر تاني أخبارنا عدل القيعي قرار مسيماني بتصعيد خمس لاعبين يؤكد على أنه يفكر في منجم الناشئين أكد عدل القيعي أن تعيين مسيماني هو خطوة شجاعة من إدارة النادي قائلا قرار شجاع ومصادق من إدارة النادي بتصعيد خمسة ناشئين مؤشر أنه يريد التعرف على الإمكانيات الموجودة داخل الأهلي لأن أسهل شيء على المدرب هو أن يطلب شراء لاعبين أو لاعبين جاهزين خبرنا التالي كأس مصر بعدما الأهلي فاز على الترسانة وأبو إير فاز على حرس الحدود يتقابل الأهلي مع أبو إير في دور الثمانية وأسوان والاتحاد فوز للاتحاد على أسوان ويتقابل أيضا مع الفائز من المصر والمقاولون والمقاولون قد فاز على المصر يبقى الدور قبل النهاء الآلي مع أبو إير للأسمدة والاتحاد مع المصري في الجهة المقابلة فوز الزمالك على أسموحة يصل الزمالك لدور الثمانية ووادي ديجلة يخسر من نادي مصر ونادي مصر يتقابل مع الزمالك في دور الثمانية طلاعي الجيش يفوز على مصر للمقصة وبيرميز يفوز على الإسماعيل يتقابل طلاعي الجيش مع بيرميز والزمالك مع مصر في الجهة الأخرى دول الثمان فرق اللي وصلوا لدور الثمانية بعد كده لاعب المصري يحتفل بهدفه أمام الجونة على واحدة ونص يا سلام احتفل اللاعب محمد كمال عبد الواحد لاعب المصري البورصعيدي بهدفه في شباك الجونة بعد الفوز المصري على الجونة بهدفين مقابل لا شيء حيث استطاع اللاعب بأداء رقصة خاصة مع علي ماهر مدرب الفريق وانتزع المصري بقيادة علي ماهر ثلاث نقاط غالية على حساب الجونة انضباط الجبلية توقف فرجاني ساسي ست مباريات وتغريمه مئة ألف جنيه استقر لجنة الانضباط بالتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المستشار السيد البنداري على إقاف فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك ست مباريات مع تغريمه مئة ألف جنيه وسلمت اللجنة قرارها إلى اللجنة الخماسية لاعتماده والقرار سيعلن خلال ساعات كان فرجاني ساسي تعرض للطرد في لقاء الزمالك والمصري التي أقيم الخميس الماضي في الجولة 31 من بطولة الدور المصري ودخل في مشدة قوية مع الحكم الدولي أمين عمر وترتب عليه معاقبته بعد كده الخبر التالي مدرب سموحة لو كنا في قسم التشريح لما كان لدينا هذه الإصابات أكد أحمد سامي المدير الفني اللي سموحة أن فريقه يعاني من ضغط المباريات مشيرة لأن فريقه تراجع هجوميا في مباراة الزمالك التي أقيمت بالأمس بالدور 16 من كأس مصر والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف وقال لدي عدد كبير من المصابين والفريق تأثر الغياب هجوميا أمام الزمالك إذا كنا في قسم التشريح لما كان لدينا كل هذه الإصابات الخبر التالي مدرب سموحة يعتذر عن احتفال صلاح محسن بالهدف في الزمالك أكد أحمد سامي المدير الفني اللي سموحة أن فريقه كافح في مباراته أمام الزمالك منذ بداية المباراة حتى نهايتها وقال المدرب اعتذر عن احتفال صلاح محسن بشعار الآلي لكن اللاعب احتفل دون قصد وتمنى قبول نادي الزمالك اعتذر الجدير بالذكر أن صلاح محسن لاعب النادي الآلي ومعار إلى نادي سموحة بكده أعزائي المشاهدين يكون انتهينا من يعني الفقرة الأخبار وندخل بعد كده لدوري إن شاء الله القسم الثاني بالترتيب المجموعة الأولى ندخل على ترتيب المجموعة الأولى معنا مجموعة الصعيد نتائج سوهاج يتعادل مع طهطة واحد واحد والمينيا يتعادل مع البنك الآلي واحد واحد زيما حضراتكم تابعين معنا على الشاشة بني سويف اللي هو متصدر المجموعة بيخسر على أرضه أمام تليفونات بني سويف صفر واحد وبترول أسيوت يفوز على الفيوم ثلاثة واحد والإعلاميين يفوز على ديروت واحد صفر والألمونيوم يحقق فوزا كبيرا على شبان قنى أربعة واحد ترتيب المجموعة بني سويف في المركز الأول واحد واربعين نقطة البنك الآلي في المركز الثاني أربعين نقطة الألمونيوم في المركز الثالث تسعة وتلاتين نقطة بعد كده في المركز الرابع شباب قنى تنين وتلاتين بترول أسيوت واحد وتلاتين سوهاج سبعة وعشرين المينيا ستة وعشرين تليفونات بني سويف ستة وعشرين الإعلاميين اتنين وعشرين الفيوم تمنتاشر تهتة تلاتتاشر ويأتي في المركز الأخير ديروت اتناشر نقطة مباريات الإسبوع واحد وعشرين في المجموعة الأولى ديروت يتقابل غدا هتجرى المباريات غدا إن شاء الله الأربعاء ديروت يتقابل مع الألمونيوم والفيوم مع الإعلاميين تليفونات بني سويف مع بطرول أسيوت البنك الآلي مع بني سويف وهذه المباراة مهمة جدا البنك الآلي في المركز الثاني وبني سويف في المركز الأول ويترقب هذا اللقاء فريق الألمونيوم اللي بيأتي في المركز الثالث برصيد يعني بيبعد عن فريق بني سويف بنقطتين فقط تهتة مع الألمونيوم وأيضا تهتة مع المينيا وشبان قنة مع أسيوت ده بالنسبة للمجموعة الأولى الأهم المباريات إن شاء الله لهذه المجموعة المباريات المتبقية للفرق اللي بتنافس بني سويف متبقي لها البنك الآلي هيتقابله غدا إن شاء الله بني سويف يتقابل خارج أرضه والمباراة الأخيرة يتقابل أمام طاطا داخل أرضه بينما فريق البنك الآلي أربعين نقطة وبني سويف واحد واربعين والبنك الآلي أربعين نقطة يتقابل غدا بني سويف داخل أرضه والمباراة الأخيرة بطرول أسيوت خارج أرضه أما الفريق اللي هو ترقب من بعيد فريق الألمونيوم تسعة وثلاثين نقطة يتقابل غدا مع ديروت خارج أرضه والمباراة الأخيرة أمام سوهاج داخل أرضه بكده يكون المجموعة الأولى بعد كده ندخل على المجموعة الثانية المجموعة الثانية ترتيب نتائج المجموعة أولا الداخلية يفوز على المريخ 1-0 سيراميكا كولوباترا يفوز على النجوم 2-1 بعد ما كان متقدم النجوم بهدف مقابل لشيء قدر سيراميكا يحول نتيجة المباراة إلى 2-1 بوترو جيت يفوز على منتخب السويس 1-0 والزرقة يفوز على كوكا كولا 2-1 والقناة يفوز على الترسانة 2-0 والنصر القاهري يتعادل مع جمهورية شبين 0-0 بيأتي في ترتيب هذه المجموعة سيراميكا كولوباترا في المركز الأول 39 نقطة الداخلية 37 نقطة بيترو جيت 36 نقطة بعد كده النصر 30 نقطة والقناة 29 نقطة في المركز السادس منتخب السويس 29 نقطة بعد كده في المركز السابع جمهورية شبين 24 نقطة والنجوم 22 المريخ 21 كوكا كولا في المركز العاشر 19 الترسانة في المركز الحادي عشر قبل الأخير اسم كبير الترسانة لعب دوره ممتاز بيأتي في المركز قبل الأخير ب 16 نقطة ثم بيتزيل المجموعة فريق الزرق ب 13 نقطة المباريات في الإسبوع 21 الترسانة يتقابل مع النصر القاهيري كوكا كولا مع القناة منتخب السويس مع الزرق النجوم مع بيترو جيت المريخ البورصعيدي مع سيراميكا كولوباترا جمهورية شبين مع الداخلية بعد كده في هذه المجموعة يتنافس ثلاث فرق من أجل الحصول على بطاقة الصعود إلى الدور المصري سيراميكا كولوباترا 39 نقطة له مباراة خارج أرضه أمام المريخ وداخل أرضه أمام جمهورية شبين بيأتي في المركز الثاني فريق الداخلية ب 37 نقطة له مباراة داخل أرضه أمام جمهورية شبين وخارج أرضه أمام فريق النصر ثم بيأتي فريق بيترو جيت 36 نقطة له مباراة خارج أرضه أمام النجوم والمباراة الأخيرة داخل أرضه أمام المريخ بكده يكون انتهينا من المجموعة الثانية معاناك كابتن ياسر الكناني المدير الفني لفريق الألمونيوم أهلا بيك كابتن ياسر أهلا بيترو جيت محمد خالص تحية سعيد أن أنا أكون متواجد معك وسعيد أن أنا أكون متواجد مع صامر العمل وكل مشاهديك القرار كابتن ياسر أنت حضرك مدير فني لفريق الألمونيوم ومنافسة شرسة جدا على قمة المجموعة بني سويف 41 نقطة البنك الآلي 40 نقطة الألمونيوم اللي أنت بالقودة فنيا 39 نقطة وبني سويف والبنك الآليا تقابلان غدا وانت لك مباراة أيضا غدا إن شاء الله فرصة فريق الألمونيوم في الصعود إلى دوري الممتاز ألف ووجد نظر حضرك في المباراة المتبقيتين الألمونيوم أتقابل فريق ديروت خارج ملعبك غدا ثم صهاج داخل ملعبك والله يعني طبعا في البداية المنافسة في مجموعة الصعود منافسة شرسة ومنافسة قوية لكنها منافسة شريفة كل الفرق ثلاث فرق إن كان البنك الآليا وبنك الآليا أو البنك الآمونيوم ليأخذوا بالأسباب واستعدهم وقتلوا حتى النهاية أنا يعني فوجد نظري إن الثلاث فرق هم أبطال إذا ربنا كاتيب له الضوء ببطل الله سبحانه وتعالى لداتنا وفيه من ربنا إنما إستعادتنا للمباراة أيضا نكلمني نحن في الطريق مستجدين لأبطال عبد الله عبد الله شكرا عندنا مباراة أيضا كل الفرق ونهضر كل الفرق آآ كل المباريات بحاجة انت كمساعدة بعض الجهاز فان ما يكون قوي خيرا ما بتحتاجش إنك كنت تتغل كتير إنما لما بتكون تتقابل فهي تتكون جدوى حطاق طوية ده بيحتاج منا كتير عشو خطر يعني بنحفظ اللي عيده وبنتعزبهن إن هما ميز تنطروس أو ميز تغروس الحاجة لله بط بطر يا شخي يعني فاصل نشوف مع حضراتكم تقرير مباراة الزرقة وكوكاكولا اللي انتهت بالأمس اثنين واحد بعد ما كانت حضراتكم فريق الزرقة مع خسران واحد صفر قدر يحول هزمته إلى فوز اثنين واحد يعني فريق الزرقة بعد يعني هو بيأتي في مؤخرة المجموعة التانية برصيد 13 نقطة وكابتن سامير موسى رئيس نادي الزرقة لتعليقات يعني هتشوفها من خلال التقرير إن هو بيلعب طول السنة خارج ملعبه يعني بنشكر زميلنا المتميز والمعلق الرياضي أحمد مجايد على تقريره وعزي المشاهدين بنخرج فاصل نشوف مع حضراتكم ملخص مباراة الزرقة مع كوكاكولا ونرجع لحضراتكم مرة تانية موسيقى رجعنا لكم مرة تانية عزيزي المشاهدين الكرام في الجزء التاني من هذه الحلقة يعني معانا أهداف هنشوفها مع حضراتكم وإحنا بنتكلم على المجموعة الثالثة أهداف موجودة من دور القسم الثاني المجموعة الأولى والمجموعة الثانية والمجموعة الثالثة هتتعرض وأنا بستعرض مع حضراتكم كده المجموعة الثالثة المجموعة الثالثة مجموعة بحر واسكندرية وأيضا المنافسة فيها شرسة جدا يعني شايفين منافسة شرسة حتى الرمق الأخير من عمر الدوري بين غزل المحلة اللي قاعد بيتصدر قمة المجموعة مع فريق فارقه صاحب الإمكانيات الكبيرة المجموعة الثالثة أتلعب المباريات فيها وكانت النتائج شايفين حضراتكم تابعين معايا الأهداف أهداف بالجملة أهداف ولا أجمل ولا أروع من كده في القسم الثاني وعاوزين نظرة من يعني الأندية لأنهم يبصهم على القسم الثاني والقسم الثالث في لعبة يعني بدل من نشتري بالملايين لا أربعين مليون وخمسين مليون وتمانين مليون لا أبصت الأندية القسم الثاني والثالث في كنوز موجودة والله يعني في الملاعب زي ما قلت لحضراتكم يعني في لعبة على درجة كبيرة جدا من المهارة والرشاقة وكل فنون كرة القدم دي دعوة للأندية بدل ما تشتري يلاعب بسعر يعني سعر غالي ويبقى لعبة الدور المصري محصورة في عدد معين بصهم للأقسام المختلفة قسم الثاني والقسم الثالث في مجموعة لعبة متنوعة جدا لعبة مجموعة لعبة متميزة ممكن تستفاد بالخبرات اللي موجودة فيها ونتمنى كل الأندية كل التوفيه إن شاء الله ندخل مع حضراتكم مع المجموعة الثالثة كانت النتائج على النحو التالي الرجاء المطروح يتعادل مع فرقه صفر صفر أبو إيرلي الأسمدة يتعادل مع دي كيرنس واحد واحد وأنا هنا برفع القبعة لنادة كيرنس اللي أول عام له في القسم الثاني بقيادة الكابتن مصطفى عبده عامل نتائج مبهرة وأيضا مجلس إدارة بقيادة الباش مهندس الخضر إبراهيم ومعه مجلس الإدارة بالكامل يعني بيوفر كل الإمكانيات المتاحة إن شاء الله فرقه دي كيرنس إذا يعني هي في المركز الخامس هذا العام لكن أوعدكم إن اسم كيرنس هيتردد كثيرا في الفترة القادمة من خلال تعاقدات كبيرة جدا بيجريها المهندس الخضر إبراهيم رئيس نادة كيرنس بعد كده بلدية المحلة يخسر من غزل المحلة شقيقه الأكبر على أرض ستاة طنطة صفر ثلاثة وبيلا يخسر على أرضه أمام الحمام المطروحي صفر واحد والقلوم بيفوز على مالية كفر الزيات واحد صفر والمنصورة وده منهور بعد ما ضاع منهما أمل الصعود يتعدلان واحد واحد ده بالنسبة للمجموعة التالتة المجموعة التالتة ترتبع على النحو التالي غزل المحلة بقيادة الكابتن خالد عيد واحد واربعين نقطة فرقه بقيادة الدكتور أحمد عشور تسعة وثلاثين نقطة ده منهور أربعة وثلاثين المنصورة اتنين وثلاثين دكيرنس واحد وثلاثين أبو إيرل الأسمدة تلاثين الرجاء المطروحي سبعة وعشرين الإلومبي ستة وعشرين الحمام ستة وعشرين بلدية المحلة خمسة وعشرين مالية كفر الزيات تمانية بيالة خمسة مباريات الإسبوع المقبل لتجرى يوم الخميس إن شاء الله مالية كفر الزيات يتقابل مع المنصورة الحمام المطروحي مع الإلومبي غزل المحلة مع بيالة دكيرنس مع بلدية المحلة فرقه مع أبو إيرل الأسمدة ده منهور مع الرجاء المطروحي المنافسة زي ما قلت لحضراتكم فهذه المجموعة محصورة بين غزل المحلة وفرقه غزل المحلة واحد واربعين نقطة وفرقه تسعة وثلاثين نقطة غزل المحلة له مباراة داخل أرضه يوم الخميس القادم مع بيالة وخارج أرضه أمام الإلومبي أما فريق فرقه فليه مباراة داخل أرضه مع أبو إيرل الأسمدة وخارج أرضه مع بلدية المحلة يعني دولة كده منافسة شرسة في المجموعة الثالثة اللي هي مجموعة بحري وإسكندري النهاردة إن شاء الله في الدور المصري سيقام مباراة في الإسبوع 32 من بطولة الدور المصري لقرة القدم مباراة تجمع الإنتاج الحربي مع الإسماعيلي حكام لقاء النهاردة حكم المباراة كابتن محمد معروف مساعد أول عاد الماهر مساعد ثاني تامر رشاد الحكم الرابع عبد الرحمن أبو عيطة حكم فيديو أمين عمر حكم فيديو مساعد أحمد جمال المباراة إن شاء الله ستقام في تمام الساعة السامنة مساء معنا كابتن عبد النبي النادي مرسلنا في الغربية أهلا بك كابتن عبد النبي أهلا بك كابتن محمد برحب بحضرتك برحب بكل مشاهدي ومتابعي برنامج كورج البلد قناة الصحة والجمال لتكل التحية وفري العمل بمحافظة الغربية الزملاء خالد حسان وعمر فؤاد أقول لي كابتن عبد النبي منافسة شرسة جدا بين غزل المحلة وفرقه غزل المحلة واحد واربعين نقطة وفرقه تسعة وثلاثين نقطة متبقل غزل المحلة مبارياتين أمام بيا لها داخل أرضه والقلوم بخارج أرضه بينما فرقه يتقابل مع أبو إيرل الأسمدة داخل أرضه وبلدية المحلة خارج أرضه شايفك كابتن خالد عيد آخر تصرحاته قال إيه كابتن محمد اسمح لي أولا أن أنا يعني بقول كل أبطال 6 أكتوبر وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال برنامج كورة البلد طول عمر مصر أبطال كل سنة وحضرتك طيب سيادة الرئيس كل السنة وكل المصريين بخير بمناسبة عيد أكتوبر علينا وإن شاء الله مصري في أعيان أنا أمكن لما سألتك كابتن خالد عيد يا كابتن محمد فضل وقلت له أن كابتن محمد عبد النبي واجه لك سؤال من خلال برنامج كورة البلد أن مبارتك القادمة أمام بيلا أكون مباراة ولادة متعسرة فكابتن خالد عيد هو في قلب التمرين قال لي بلغ الكابتن محمد وبلغ كل مشاهدين كورة البلد من خلال قناة الصحة والجمال أن ما فيش حاجة في كورة القدم اسمها ولادة متعسرة في حاجة في كورة القدم أن كورة القدم لا تعترف إلا بالعطاء والجدية داخل الملعب ولابد من احترام الخصم مهما يكون وقال أن المباراة بيلا يوم الخميس دي هتكون أصعب مباراة لغزل المحلة وله كمدير فني طول الموسم وأنه عمل لها خطة معينة واستعداد خاص لدرجة أن الكابتن خالد عيد بعد الفوز على بلدية المحلة رفض إعطاء راحة للعيبة واستأنف المباراة في اليوم الثاني على طول استعدادا لمباراة بيلا لا أنا خلال اتصالي بيها كابتن عبدالنبي النهاردة الصبح وإن شاء الله يعني كنت أعاوذ وحضرتك يدخل معنا مداخلة اعتذر وقال لأنه عندي تمرين لأنه عنده تمرين وأنا آسف جدا جدا يا كابتن محمد أنا كان يشرفني أن أنا بقى موجود معاك لكن إحنا هنا من خلال كورة البلد بنتمنى كل التوفيق لنادي غزل المحلة اسم كبير في عالم السحرة المستديرة وبنشكر يعني نادي غزل المحلة ونتمنى ليه التوفيق وأيضا بنشكر قيادة ومجلس إدارة نادي فارقو وبنتمنى ليه التوفيق واللي يصعد من الفريتين نقول له مبروك واللي ما حصلش ليه نصيب نقول له هارضي لك كابتن عبدالنبي بالتأكيد يا كابتن محمد لكن أنا عاوز أقول لحضرتك أن غزل المحلة الاستعدادات بتتم على قدم وساق اهتمام كبير بجانب مجلس الإدارة برئاسة المحاسب أحمد عمر الدكتور مجد الألفي مهندس حسام عز المشرف العام على كورة في دعم جماهيري كبير جدا لدرجة أن جماهير المحلة اللي زحفت وراء فارقها لملعب طنطة وما قدرتش تخش المباراة تنتها تشجع دوال المباراة عدد باحتفالية لملعب غزل المحلة نحن بنتمنى كل التوفيق على البلدية بنتمنى كابتن عبدالنبي كل التوفيق لحضرتك والنادي غزل المحلة وأيضا لنادو فارقه وكل الأندية المصرية وبنشكر حضرك على هذه المداخلة بنشكر الزميل عبدالنبي النادي مراسلنا في الغربية على هذه المداخلة أعزائي المشاهدين يعني إحنا حضرككم نتابع كل الأخبار الحصرية أول بأول يعني تابعنا القسم الثاني بترتيب المجموعة ونتائج ومباريات الإسبوع الواحد وعشرين إنت حضرككم عارفين إن متبقي إسبوعين فقط لحسم بطاقة التقاول لكل مجموعة من ثلاث مجموعات مجموعة الصعيد بيتنافس فيها ثلاث فرق بين السويف والبنك الآلي والألمنيوم ومجموعة القاهرة بيتنافس فيها ثلاث فرق إسراميكا كولوباترا والداخلية وبوتروجيت مجموعة بحر وإسكندرية بيتنافس فيها غزل المحلة وفرقه يعني كل هذه الفرق بنتمنى لها كل التوفيق وبنتمنى لمجالس الإدارات وجمهور الفرق المصرية كل التوفيق بالنسبة أعزائي المشاهدين للقسم الثالث إن شاء الله سيستأنف مصابقات القسم الثالث إن شاء الله يوم عشرة 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 أكتوبر الجاري يوم السبت وهناك مباريات يوم الأحد متبقي في كل مجموعة مباراتين أو ثلاث مباريات على الأكثر ويتم حسم موضوع الصعود أول كل مجموعة وجد نظر حضراتكم يعني إلى الآن لم يأخذ الاتحاد المصري أو اللجنة القماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارها في إزاي شكل المسابقة للعام القادم فيه ناس بتقول بنفس شروط المسابقة وفيه ناس تانية بتقول لك إن الاتحاد المصري قاعد مع رؤساء الأندية وقال لك لظروف يعني القهرية أو لظروف الصعبة اللي مرت بقى الأندية هذا الموسم وظهور جائحة كورونا هيتم إلغاء الهبوط إلى الآن لم يتم تأخذ أي قرار لكن رؤية الفنية أو الرؤية في لجنة المسابقات من خلال كورة البلد أنا يعني من رؤيتي لو اتطبقت هترضي كل الأندية ويعني إن شاء الله مفيش حد هيعترض لكن لو اتطبق عكس كده هيبقى فيه يعني لغات كتير في الأندية لو أجريها العام القادم الدور المصري بنظام المجموعتين وعدم الهبوط هذا الموسم وصعود التلات فرق ويتم تقسيمهم للمجموعتين يصعد الأول والتاني من كل مجموعة يتقابلوا في الدور قبل النهائي واللي يفوز من هنا ويفوز من هنا يقابلوا بعضا على نهائي دوري المصري والهبوط من كل مجموعة تلات فرق ده بالنسبة للموسم القادم ده يعني وجهة نظر يتخذ بقى أو ما يتخذش لكنية الأسوب مع استشارة يعني رؤساء الأندية عدد كبير من رؤساء الأندية ووفقوا على هذا الاقتراع الحاجة التانية بالنسبة للقسم الثالث القسم الثاني القسم الثاني هيصعد أول المجموعة وما فيش فيه هبوط يعني الفرق كلها تبقى هيفضل هيصعد كانوا 12 فريق هيصعد الأول هيصعد 11 فريق هيصعد الأول من القسم الثالث 12 مجموعة على 3 مجموعة هيصعد 4 فرق في كل مجموعة 4 11 أيبو 15 فريق ده بالنسبة للقسم الثاني والموسم القادم إن شاء الله هيبط 4 فرق من كل مجموعة ده بالنسبة للقسم الثاني بالنسبة للقسم الثالث هيصعد الأول وهنلغي لبوط في القسم الثالث وبكده يسعد المترقيين من القسم الرابع إلى القسم الثالث ده وجهة نظر البرنامج وجهة نظر أنا خاصة بنتمنى أن الاتحاد المصري لكرة القدم ده وجهة نظر معظم رأسي الأندية لكن لو حصل عكس كده هيبقى فيه مشاكل اسمعونا هيبقى فيه مشاكل فعلا هيبقى فيه مشاكل من إيه لو أنت قلت هيهبط واحد أو اتنين أو تلاتة اللايحة بتقولك تهبط خمسة لو أنت هبطت خمسة هيجي يقولك كان فيه ظروف وأنا أعدت سبع تمن شهور في البيت وما قدرتش ألمي لعبتي علشان ما قدرتش أصرف لها فلوس علشان ما فيش فيه عائد للأندية نقدر نصرف على لعبة كرة القدم كل ده ظروف وكل ده حاجات يعني يعني نشوفها من خلال الفترة القادمة من خلال الإسبوعين المتبقطين من عمر الممتاز به وأيضا الإسبوعين المتبقطين ومعنا الأستاذ محاسب محمد نور أهلا بك أستاذ محمد سهل خير أستاذ محمد ده ملسى عليك وعلى ضيفك الكرام أهلا وسهلا من أور ومشرفنا في كرة البلد ده لي الشرف أن أنا كون معك هو كان من المفروض أن حضرك تكون معنا في حلقة النهاردة لكن لظروف ضغط الجوالات الخاصة بك في دائرة الأولى دائرة العرب والضواحي وشارق وبور فؤاد بنتمنى كل التوفيق لحضرتك أنت إنسان طموح إنسان بتحب العمل العام عاوزين يعني سبب نزول حضرتك انتخابات مجلس النواب يا أستاذ محمد أولا أنا بعتذر عن اللقاء لأن غصبا عني حضر الموقف عندي تمام بعتذر لأستاذ المشاهدين وإن شاء الله قريبا جدا أكون معاكم على هوى بإذن الله إن شاء الله ولينا بالنسبة للدائرة أنا ترشحت عن دائرة بور فؤاد والشرق والعرب والضواحي تمام إيمانا مني بإن أنا أقدر أقوم بحاجة لأبناء بلدي وشعبي اللي خيرهم علي وبحبهم تمام فإن شاء الله ربنا وفقنا ونعمل حاجة كويسة بإذن الله إن شاء الله قد لنا فكرة عن البرنامج الانتخابي بتاعتك يعني الانتخابي الخاص بك يا أستاذ محمد وأنت رجل شخصية يعني مرموقة في الدائرة بتاعتك وليك صولات وجولات وكل الناس بتشكر فيك وليك من أعمال الخير والأعمال اللي أنت بواقف بها جنب الدولة كتير فقول لنا يعني بعض إنجازات حضرتك خلال الفترة الماضية وإيه اللي في جبعتك علشان تطلعوا للسادة الناخبين إن شاء الله خلال الفترة القادمة إن شاء الله أنا الأعمال اللي بعملها دي أقل القليل اللي أقدموا الأهل بلدنا تمام إن شاء الله في الفترة القادمة بإذن الله أنا هقدم حاجات جميلة للدائرة والبرسعيد والشعب مصري كله العظيم وبالمناسبة بهن شعب المصري بمناسبة 6 أكتوبر نصر أكتوبر المجيد العظيم تمام وبقدم التحية لقوات المسلحة المصرية بهذه المناسبة العظيمة الجليلة تمام بالنسبة للدائرة إن شاء الله أنا بقدم مشروع طموح برنامج بسيط وجميل جميع مشاكل أبناء برسعيد أنا حافظها إن ظهر قلب إن شاء الله بإذن الله فرح هقوم على العمل بحلها تمام عندي أفكار خاصة بي أنا وعندي أفكار بالتعاون مع جسد الدولة تمام لإنجاز وحل بعض المشاكل العليقة لأبناء محافظتي تمام برنامج بسيط اجتماعي وخدمي هقوم بي وده كان عندي يعني بعمله طالع عمر الحمد لله وأنا ما بحبش الإعلام والإعلام قوي يعني ولكن أهل البلد بيبقوا عارفين كل حاجة عن كل واحد تعارف برسعات صغيرة وجميلة وكل حاجة فيها معروفة يعني إن شاء الله إيه اللي حضرتك يعني إن شاء الله هتعدوا من خلال الفترة القادمة للشباب الشباب الطموح اللي زي حضرتك عاوز تقول لهم إيه بالضبط رسالة توجهها لهم أنا بزوف بشرة خير لشباب برسعيد إن إحنا جاي لنا مشاريع عملاقة قيادة سياسية بتعمل عليها بجد ونشاط في شرق التفريعة جاي لنا مصانع شركة مارسيدس جاي لنا مصانع أدوية جاي لنا منطقة ترانزيت جاي لنا منطقة الجستية كبيرة جدا هتبقى شرق التفريعة الثاني أكبر ميناء في حوض البحر الأبيض المتوسط هنستغل هذه الاستثمارات الجبارة والعملاقة لتشغيل الشباب بمرتبات مجزية هبقى واقف فعلا معاهم عشان أوظف أبناء بلدي اللي الفرص كتير رحت منهم في الأيام السابقة والسنين السابقة مش هخلي فرصة تروح على شاب من برسعيد قال لما يكون يتوظف وظيفة تليق به وأنا برضو بالمناسبة بدع الشباب أنه هو يجتهد ويشتغل على نفسه ويتدرب جيدا استعدادا لسوق العمل الضخم اللي جاي لمحافظة برسعيد إن شاء الله الخير جاي وبإذن الله بشرة خير برسعيد هتبقى رقم واحد في العالم تجاريا واقتصادين إن شاء الله وما فيش حاجة أسماءها واحد مش لقى شغلة برسعيد وفي مصر كلها إن شاء الله في المشروع العملاق اللي جاي في منطقة شاب التفريعة بإذن الله إن شاء الله وبالنسبة للإسكان إن شاء الله بإذن الله الشباب عندنا المدينة المليونية قيادة السياسية دلوقتي بتقول المباني دلوقتي هتبقى في الظاهر الصحراء والكل محافظة عندنا المدينة المليونية هتستوعب كل شباب برسعيد وكل شاب بقى الشقة زباسيادة الرئيس قال هيلقيها إن شاء الله أنا بقول لهم فيه خير جاي بس محتاجين واحد مننا يدور على مصالحنا مش على مصلحته الشخصية عايزين نختار وننتقي أحسن العناصر التلاتين مرشح كلهم أحسن مني أنا بقول يا جماعة اسمعوا كل المرشحين واختاروا الأفضل عمري ما قعدت في معتمر وقلت لحد اختارني أنا بقول اسمع كل الناس واختار اللي بتلمس فيه الصدق والأمانة تمام فربنا يولي الأصلح ويوفقنا إن كنا من أهل النصيب إن شاء الله طب يا سيد محمد انت عارف حضرك المرأة المصرية أمي وأختي وأختك وعمتك وخالتك إيه اللي انت عديته لها خلال الفترة القادمة إن شاء الله عندنا زي ما الصين الشعبية بدأت بالمشروعات الصغيرة أنا إن شاء الله يعني حيكون فيه مشروعات صغيرة لأمنا وأختنا في البيت حتقوم بعملها علشان نزود داخلنا حنجمع عندي بعض المصانع ويبقى فيه تجميع لبعض الصناعات حنتوجه للمنازل وندل الناس تجمع الحاجة دي وإيه قاعدة في البيت يعني عندها مصنع صغير في البيت من غير ما يكون عندها مصنع تمام إحنا هنساعدها ونودي لها الحاجة تغليف تعبئة تركيب هنساعد أمنا وأختنا المصرية البورسعادية في التصنيع في المرحلة القادمة إن شاء الله بإذن الله وكمان عندي حاجة ليهم أنا عامل مؤسسة ضغمة لإعانة الأسرة المعيلة الأخت والأم اللي فيه ظروف عندها أنا بقدم لها مشروع عامل مؤسسة كبيرة جدا أنا هروح لهم البيوت أنا مش هخلهم عايزين حاجة إن شاء الله إن كنت من أهل النصيب وإذا ما كنتش من أهل النصيب أنا شغال في الحاجة دي أصلا فربنا وفقنا إن شاء الله وإنها منهم أحسن حاجة بنشكر المحاسب محمد نور يعني صاحب شركة محمد نور موترز ومرشح مجلس النواب عن دائرة بور فؤاد يعني شخصية شاب طموح يا جماعة يعني بننادي كل الأصوات الشابة اللي زي الأستاذ محمد نور إن الشعب المصري يلتف حواليها لإنه عنده طاقة كامنة وأعزائي المشاهدين بنخرج فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية رجعنا لكم مرة تانية عزيزي المشاهدين الكرام وشوفنا حضراتكم يعني مقلمة الأستاذ محمد نور من أحد الشباب الطموحين يعني إن شاء الله نازل لانتخابات مجلس النواب بنتمنى كل التوفيق ليه وكل التوفيق يعني أمثال الشباب الطموحي اللي زي حضرته ويعني إن شاء الله خلال الفترة القادمة بننادي بيدور أكبر للشباب من خلال انتخابات مجلس النواب المصري إن شاء الله اللي إحنا يعني حاليا بنستعد لإجراء يعني الاستحقاق الثاني بعد انتخابات مجلس الشيوخ بيتم حاليا انتخابات مجلس النواب بنتمنى كل التوفيق للقيادة المصرية اللي دايما بترسي قاعدة دموقراطية في مصر وبعد انتخابات إن شاء الله مجلس النواب هيبقى فيه انتخابات المحليات وهتدير يعني الدولة المصرية في طريقها نحو العالمية إن شاء الله بنتمنى كل التوفيق للشعب المصري والقيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد التنمية في مصر شايفين حضراتكم مدى المشروعات الكبيرة اللي بيقوم بيها من خلال يعني الطرق والكباري ويعني الأماكن السكنية والقضاء على العشوائيات ويعني يا ريت الشعب المصري يستحمل شوية لإن احنا كنا بصراحة جيه الرئيس عبد الفتاح السيسي البرنامج رياضي لكن والله أنا بتطرق لجزء بسيط جدا عشان احنا في البيت نحس بزي الدولة المصرية ماشية احنا يعني نكون لها بأي حاجة في البيت نكون لها بأي حاجة في البيت لكن الأمن والأمان الأمن والأمان مطلوبين جدا يعني الإنسان مننا يعيش في أمان لازم علشان ولا خوف ولا رعب ولا أي حاجة وكل إنسان ليه حق بياخد حقه وإحنا مع القيادة السياسية ومع الجيش المصري والشرطة المصرية والشعب المصري إن شاء الله اللي جاي هيكي بقى أحلى وإن شاء الله مصر هتبقى الخير ومصر هتبقى العطاء وهتبقى الريادة في كافة المجالات إن شاء الله فقر يعني فاضل لنا فقرة بسيطة بنتكلم فيها عن الدور المصري بعد ما استطرقنا لفقرة الأخبار وشفنا المداخلات الهاتفية ومعانا الأخبار الحصرية أول بول الدور المصري يعني وإحنا لعبنا الإسبوع 31 وفاضل 3 أسابيع من عمر الدوري الآلي بيتربع على قمة الدوري ب82 نقطة وحصل بالفعل على بطولة الدوري الزمالك منافسة شرسة بين وبين بيريميز الزمالك 64 نقطة وبريميز 60 نقطة وزا ما حضراتكم عارفين إن في نهاية الموسم هيتم خصم ثلاث نقاط من الزمالك نظرا لعدم لعب مبورات الدور الأول أمام الآله وانسحابه وحضراتكم عرفتوا يعني اللجنة الأولمبية ما أخذته من قرارات خلال يومين الماضيين تجاه المستشار مرتضى منصور إحنا بنطالب يعني اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب ورياضة التحقق من هذا الأمر واللي ليه حق ياخده المقولين العرب 52 انبي 45 سموحة 44 مصر المقاص 40 نقطة الاتحاد السكندري 39 الانتاج الحرب 37 المصر 36 طلاعي الجيش 35 أسوان 34 منافسة شرسة جدا إذا كان في حالة هبوط ودي ديجلة 34 شايفين حضراتكم أسوان وودي ديجلة والجونة 34 نقطة ثم بيأتي في المؤخرة نادي مصر 21 وطنطة 18 يعني منافسة شرسة جدا على الهبوط هذا العام بيأتي في قائمة هدفين الدوري المصري عبدالله السعيد بيتصدر قائمة هدفين مصر بيرميز بـ 17 هدف محمد شريف أمبي 12 وطلر بيولا الجونة 12 هدف وصيف الدين الجزائري جزيري 11 المولين العرب محمود علاء نادي الزمالك 10 أهداف جون أنطوي بيرميز 9 أهداف مصطفى محمد الزمالك 9 أهداف وليد سليمان الآلي 8 أهداف عمر الحلواني 7 أهداف عمر سلية الآلي 7 أهداف محمد سالم المولين 7 أهداف وأحمد زيزو أحمد السيد زيزو الزمالك 7 أهداف أعزائي المشاهدين استمتعنا بكم وفي حلقة جميلة وخفيفة من كرة البلد وكرة البلد في كل بيت في البلد وبنشكر يعني أسرة قناة الصحة والجمال اللي دايما متعاونين معانا بنشكر مخرجنا الرائع محمد كلاني بنشكر رئيس التحرير مارينة جمال وبنشكر المصورين وبنشكر المنتاج وكل القائمين على هذه الحلقة وبنشكركم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء في حلقة قادمة من كرة البلد كرة البلد في كل بيت في البلد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته